مهما لفينا واجبنا وصفات من بلاد مختلفة بتضل الوصفة اللي تربينا عليها هي اكتر حالة بنشتقل و بنحبه دايما كيكات زمان اللي كانت بدون خلط و بدون هند بلندر و بدين مقادير كمان وكان بتطلع مظبوطة بالشعر في بول هحط 3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة عليهم معلقتين من الخل و زرف من الفانيليا وقل فيهم بعد كده هضيف كوباية وربع من السكر وحطهم بالتدريج وكمان هفضل قل فيهم لحد لونهم ما يفتح خالص وكمان السكر يختفي بعد كده هحط نص كوباية من الزيت وافضل اقلب برضو باستمرار وكمان كوباية حليب دافية الحليب اعزا دافي مش اعزا بيغلي خالص دافية دوبك بس وبكده خليط بقى جاهز معانا هسيب المكونات السيلة دي على جنب واجيب المكونات الجفة اللي هتبقى عبارة عن كوبايتين يديق من خلين وعليهم زرف بيكينج بودر انا بقولك كعادية خالص يعني مش حط كيكشف ولا اي حاجة بعد كده هقلم المكونات الجفة على المكونات السيلة وامزكهم بالتدريج ولكن مش حط الخليط كل مرة واحدة بالتدريج زي ما قلتلكم وبعد كده في الوقت ده انا كنت محضرة صانية متهونة بالزيت مش بتبطنها ولا اي حاجة هي بس متهونة بالزيت والقارب ده الوسطاني بتاع صواني الكيكة بتاع هفضلتين كده بعد دخلها درجة حرارة 180 لمدة 45 ديئة بالزبط وهتخرج معنا بالعظمة اللي انت شايفاها دي ما تقطعيش الكيكة وهي سخنة لسي بها بس لما تبردش ما تفنرش منه وهتطلع ما فيهاش فراغات هتطلع مستوية طعمها طحفة طرية طرامش طبيعية وهتاخد اللون الجميل ده ولو اعجبكم الفيديو لايك وشير واشتراك في القناة تفعيل زر الجرس اشوفكم في فيديو جديد على خير